موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت بلدنا موضوع حلقتنا النهاردة موضوع في غاية الأهمية موضوع حلقتنا عن التعلق سواء التعلق دوت بالحيوانات أو التعلق بأشخاص أو التعلق بأماكن وهنعرف معاكم إيه هو التعلق إيه هي أسباب التعلق وإيه علاج التعلق بس تسمحوا لي أعرفكم بإدفة حلقتنا اللي شرفتنا ونورتنا النهاردة الدكتورة أميرة استشاري علاج نفسي أكلينكي وإدمان حاصلة على ماجستير والدكتوراء جامعة عين شمس بعلم النفس الإكلينكي أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور شرفتنا ونورتنا دكتورة إيه هو التعلق وهل فيه تعلق صحي وفيه تعلق مرضي؟ التعلق هو سلوك عموماً إحنا بنقوم بيه عشان خاطر نحس بالأمان النفسي ولكن إحنا بنربطه بشوية حاجات كده من بره زي لإنتي ذكرتيها في البداية طبعاً هو فيه موضوعات كتيرة جداً حوالينا بنتعلق بيها ولكن إحنا بنفرق ما بين التعلق الصحي اللي إحنا بنبقى مولدين كده بيه عندنا إحساس إن إحنا بنحس بالأمان مع أهلنا فده تعلق صحي إنما تعلق المرضي اللي بيتجاوز بقى من ساحة الحدود الصحية واللي للأسف بيأثر علينا بالسلب فبيبتدي يعني يهلكنا يهلكنا واستنزفنا وما بيبقاش بيدينا الإحساس الأمان الكافي فبيبتدي يدينا إحسيس خوف خوف من فقد موضوع التعلق نفسه طب كده الأمر اختلط بين الحب وبين التعلق أعرف إزاي أنا مريد التعلق الحب حالة عطفية يعني حالة من المشاعر تمام لكن التعلق هو سلوك أنت بتقومي كل يوم مثلا بسلوكيات أن أنا أتصل أطمن عليه اهتمام زيد أنا مش هقدر أستغنى عن الحاجة دي لازم أشوفها كل يوم أو لازم أبقى عندي حب تملك أكتر لها إنما حالة الحب بتبقى حالة عطفية عامة في قصة بالمشاعر والأحسيس لكن التعلق بيبقى فيه سلوكيات يعني أكتر دكتور أميرة فيه مثل بيقول إن الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب لضده يعني مثلا الأم إما بتدلل ابنها زيادة عن اللازم أو بتحبه زيادة عن اللازم أو الأم إما ترتبط البنت إما ترتبط بوالدتها وبتتعلق بيها تعلق جامد بيقلب بالعكس إيه رأي حضرتك في الكلام ده صحيح العلاقات عموما حاجة كبيرة ووسعة ومهمة جدا تمام فأي علاقة سوية ما بين أي طرفين يعني أي شريك وشريك في العلاقة بارتنرز تمام أيمة على الأخذ والعطى سين أم وبنتها سين أب وابنه سين أي شخص بداخل في علاقة مع الشريك تاني فلازم العلاقة بتكون فيها أخذ وعطى إنما العلاقات المرضية أو العلاقات الاعتمادية المتواطئة بنسميها اللي كل حد داخل يلتهم التاني اعتمادي عاطفي يعني أنا معتمد عليك عاطفيا لتحقيق اتزاني النفسي الداخلي وإحساسي بالأمان النفسي فبالتالي لو الأم بلغت في مشاعر الحب لبنتها وبدأت إن هي تسيطر عليها وبدأت إن هي تعزلها عن مثلا دويرها الاجتماعية وحتى إن هي تطمس شخصيتها وهويتها فإذن هي علاقة مرضية يعني مش علاقة صحية يعني إيه اللي يخليني أتعلق أو بالشخص ده أو بالموقف ده أو بالمكان ده أو بالحيوان ده لدرجة إن أنا ما أقدرش أستغنى عنه ودايما حست إن ارتباط ساعدتي بالشخص ده وعندي إحساس مثلا إن أنا لو انفصلت عن الشخص ده أو إن أنا بعيدت عن المكان ده هيحصل لحالة من عدم التوازن إن أنا مش هابقى سعيد يعني بربط حياتي بالشخص ده طيب هو الفكرة كلها لو إحنا حبينا إن إحنا نعرف سبب علا أو مشكلة عالينا إن إحنا شوية كده نرجع نحط الماضي تحت الميكروسكوب شوية يعني الصدمات اللي حصلت في التفولة يا طرق أثرت على الشخص اللي عنده جوع للحب والاهتمام ده إزاي؟ بمعنى أنا النهاردة جعان للحب أنا جعان للاهتمام أنا اتعرضت الصدمة في التفولة صدمات انفصال بسبب أهلي إن أنا ما بقيتش حاسس بالأمان في المجتمع أو في الدائرة أو الحضانة الأسرية فإزاي هلاقي الأمان برا فهتقول للوقت هبقى حاسس إن أنا محتاج أو جعان للحب والرعاية جعان للاهتمام فبالتالي أنا بروح أتسول الحب وأتسول الاهتمام في علاقات كتيرة تانية وتبقى علاقات مؤسية وعلاقات غير صحية دكتور أمير رفير استلجت لنا على الواطس لما عرفوا أن حضرتك شرفانا النهاردة الرسالة بتقول أنا فتاة عمري 24 سنة مشكلتي إني دائمة التعلق بالبشر وبالرغم إن شخصيتي قوية جدا إلا إني أما بتعلق بشخص أو قلبي بتعلق بشخص ببقى شخصية ضعيفة جدا ما بعرفش أخد أي قرار وده مسبب لي إزعاج وتعب نفسي ممكن تقولي لي أعمل إيه؟ إحنا عايزين نقول لها شوفي الأول أنت اعرفي نفسك عشان تعرفي تتصلح معها يعني يمكن هي بتدور على حاجة بره قبل ما تدور على حاجة جواها إحنا عايزين نقول لها يعني اعرفي نفسك شوفي مزاياكي استكشفي أفقارك وهوياتك وميولك أنت يا حبة إيه؟ أنت ليه النهاردة مش متصلحة مع نفسك قبل ما تدوري على العلاقة مع حد بره دوري شوفي علاقتك بنفسك عاملة إزاي؟ هل هي علاقة إيجابية ولا علاقة سلبية؟ هل بقولي نفسي كلام بيحفزني؟ ولا أنا النهاردة بقولي نفسي كلام سلبي؟ بيحاول يعمل لي إحباط وتأثير سلبي جدا فبالتالي بنعزل وبقى داي يعني عايزة أشوف بقى أن أنا أعمل حقق التزيني النفسي وحقق السلب ستيم أو تأدير الزيتي من علاقة خارجية لكن فقد الشيء لا يعطيه عشان كده إحنا لازم بنقول كده إيه؟ نحب نفسنا قبل ما نحب غيرنا تمام دكتورة فيه ممكن موقف معين أو موقف واحد معين لكن رد الفعل بتاعه بيبقى مختلف من شخص الآخر على سبيل المثال ممكن مثلا واحدة تنفصل بتبقى حالتها مثلا ممكن أنها تعتكف عن الناس وتقعد لوحدها وتنعزل وحياتها بتقف على كده ممكن بلاقي واحدة تانية لأولا هممها بقى وتخرج وتعيش حياتها وتشوف شغلها وتتأقلم إيه الفرق؟ رغم أن الموقف حضرتك واحد هو الديفورس أو السيبريشن تروما صدمة الانفصال وبالذات بتختلف قوتها على قوة العلاقة مع الشريك ومدتها ومدى المحبة ومدى شكل العلاقة نفسها والذكريات الموجودة ما بين الطرفين فبتختلف أولا لو إحنا قلنا استجابة الشخصية دي اللي قدرت تقوم وتقاوم وتنزل تشتغل من تاني يوم عن الشخصية التانية اللي قاعدة جوة القوضة وبتعيط وبتبتي إن هنا في مقاومات شخصية دبتورة في الصور على الشاشة ممكن تشرحها لنا يمكن الاعتمادية الاعتمادية اللي هي رأسة قلوب الجريحة يعني حتى كان فيه عبارة لصلاح جهين بتقول يعني نوركم عالي يعمي عناية زي فراشة تحب النور تجري عليه وتحم حوالي أه يا حلاوة النور موتني الفراشة بتحب النور طبعا فكل ما بتقرب إيه اللي بيحصل بتنسى الحدود بتاعتها فمن حبها الشديد قوي للنور بتتحرق نفس الكلام ده في العلاقات فأنا النهاردة لو قربت جمد قوي وحطيت إن العلاقة وموضوع التعلق وموضوع المحبة دي أساس كل حاجة هنسى حدودي وهدوب فيها محدود الغير فخلاص تمام فبالتالي هي رأسة قلوب الجريحة زي ما أنا قلت هو بيبقى عنده صدمة من زمان عنده جوة من زمان بيحاول يحققوا في علاقة تانية فبالتالي إحنا بنبقى عايزين إن إحنا نشبع بشكل صحيح الاحتياجات النفسية بتاعتنا ولكن بشكل صحي في حاجة تانية دي أنواع الاعتمادية آه أنواع الاعتمادية الاعتمادية الصحية والاعتمادية المرضية الفكرة في إن إحنا عندنا يعني احتياجات نفسية تبتدي من الاحتياجات مثلا الفيسيولوجية عندنا هرم مظلو الاحتياجات الاحتياجات الفيسيولوجية ما فيش بين آدم بيقدر يعيش من غير الأكل والشرب والاحتياجات والساكس والنوم الكلام ده كله في رقم واحد في القاعدة في القاعدة الهرم تاني احتياج وده الاحتياج المهم الاحتياج للأمان أنا لو اديتك أكل وخوفتك مش هتعرف تاكل كويس فالاحتياج للأمان ده مهم جدا ومنه الأمان العطفي تمام أنا محتاجة أحس إن أنا مشبع بأمان إن أنا موجود في دايرة آمنة دي حاجة مهمة تالت الاحتياج للانتماء وإن أنا أحس إن أنا عندي دايرة بتحتويني وبنتمي ليها وبتشجعني رابع حاجة إن أنا أحس بتقدير الزيت وطب تحقيق الزيت تكون أنا حققت ده فالاحتياجات دي بتبقى في العلاقات وبالتالي أنا ببقى محتاج فيها إن أنا أشبع رغباتي وأشبع احتياجاتي دي بس بشكل فيه بلانس وفيه شكل صحي مش شكل مرضي تمام في حاجة تانية ولا خلاص كده؟ الاعتمادية هي عبارة عن سيركل العلاقة الاعتمادية بتتعزز أكتر أو بتدعم بالسلوكيات الاعتمادية يعني إن أنا زي ما قلت لك كده أدوب حدودي في حدود الآخر فبالتالي أصخر إن أنا خاضع لي وإن أنا أحقق له رغباته واللي أنت عايزه واللي أنت شايفه وانسى حدودي أنا سيان راجل أو ست يعني إحنا مش بنتكلم بس عن بس وأتفانى بأنسى شخصيات أتفانى تماماً وأحس إن أنا بقى فايتر وإن أنا لازم أنشر السلام وإن أنا لازم أبقى بيحب يلعب دور الضحية أو دراما كوين يعني بيبقى خيالي شوية بيبقى عايش في الخيال شوية مش في حاجة تانية دكتور؟ تمام طيب في سؤال تاني جالنا لسه فيه سور تانية؟ آه بس أنا نتكلم عليها بقى بمرحلة التشافي يمكن أكتر هنفرع ما بين الشخصيات اللي هتمادية يعني أتكلم عن التشافية تمام حضرتك فيه سؤال تاني جالنا بيقول أنا كنت فيه بنت بتقول أنا كنت مخطوبة ومرتبطة بخطيبة جداً والظروف خارجية عن إرادتنا انفصلنا وبقى لي ستة شهور منفصلين وبالرغم إننا بنتكلمشي ولا بنشوف بعض اللي أنا ما زلت بفكر فيه وبتابع أخباره ومش قادرة أتجاوز المحنة دي رغم إن أنا عديت أكتر من خمس شهور بالله عليك تقولي لي أعمل إيه؟ طبعاً أنا بقول لها أكيد أنا حاسة بيكي متواجدة من مشاعرك ومشاعرك تحترم طبعاً ولازم تحترميها ولكن إحنا عايزين في الفترة دي تخلي بالك من نفسك أكتر أو في رعايتك لنفسك تعالي نشوف أنت النهاردة تركيزك على العاطفة أكتر من الأفكار هيفيدك بإيه؟ فأولاً بنعرفت مراحل الصدمة بتاعت الانفصال أول حاجة المخ بينكر تماماً إن حصلت أي صدمة مش مصدقة إزاي إحنا مفروض نبقى بعض أنا مش مصدقة إن هو ما بقاش موجود في يومي ومش موجود في حياتي ثاني نقطة الغضب أنا غضبانة جداً من عدم موجود وأنا لازم أنتقن ثالث حاجة مخ يبتدي يساوم طب هو أنا لو كنت عملت كذا كان فضل معايا هو أنا لو كنت كلمته كويس هو أنا لو كنت عملت التصرف الفليني أو جبت له كذا أو أقدرت حاجات معينة كان هيبتدي إن هو يفضل معايا رابع حاجة بنقع فيها اللي هو فخ الاكتئاب ودي من مراحل الصدمة الحزن وإن أنا أبقى أعدل وحدي بقى وعيات وأسمع أغاني حزينة وأقتر الأحداث السابقة لحد آخر مرحلة اللي أنا خلاص أنا هقبل الصدمة إحنا مفصلنا فعليا وتبقى هي النقطة الأخيرة للو وصلت لها كاني كنت قاعد في الزحليقة بقى خلاص هتقومي في مرحلة الإدراق وتخشي بقى في مرحلة التشافي باشي نتكلم عن مرحلة التشافي فترة التعافي من التعلق المرضي بتتجاوز أبدئين تقريبا هي تختلف من حد للتاني لأن الاستجابة الإنسانية مختلفة من شخص للتاني فإحنا بنقول للشخص أصلا يتعلم ثقافة الأمباسي أو المواجدة خليك رحيم مع نفسك كلمها كويس احترم مشاعرك ما تكلفش نفسك حاول أن أنت النهاردة تبقى معاها يعني تدخلها في مناسبات هي نفسك مش بتكلم على حد من بره لا أدخل نفسي في مناسبات ومشاركات أعمل حاجات أنا كنت بحبها أكل أكل بحبه أبعد عن الوجبات السريعة والحاجات اللي ممكن تكسبني وزن في الفترة دي عشان مقراش سورة ذاتي وقراش سورة جسمي وادخل في مرحلة اكتئاب أبتدي أن أنا أنطلق للعالم واستمتع بمعنى الحرية المعنى الحرية جميل جدا أن أنا أخرج من قفص كان حبسني ومقزمني دي حاجة يعني شديدة وفي نقطة مهمة أن أنا دير أفكاري إدارة سياغة الأفكار بتاعتي أن أنا أشوف أنا بفكر إزاي واستخدم تكنيك المايند فولنس اللي هي اليقظة العقلية اللي إحنا بنقول مثلا حليك مركز على الوقع هيراناو هنا ودلوقتي ودي مهمة قوي وإن أنت ممكن تستعين بيها أو تستعيني بيها بمختص نفسي ده مهمة جدا لأن الصدمات أنت بتبقى محتاجة أو بتبقى محتاج معالجة خارجية أو ولادنا بالأخص محتاجين لأن فيه ولاد بيتعرضوا لصدماتهم ما بيقدروش يتكلموا عليها فبالتالي الصدمات عند الولاد ساعتها هنا بتبين بالرسم أو بالسرد القصصي وفقا يعني المراحل النموة بتاعي طيب دكتورة أنت معايا أن ردة الفعل للراجل بتبقى مختلفة عن المرأة يعني أنا بحس كده أن المرأة هي اللي بتبقى حزينة أكتر منفعلة أكتر زعلنة أكتر الموضوع بيبقى شغلها أكتر إنما الراجل بحس أنه مش همه بيعوط على طول هو الراجل يعني فيه رجالة برضو أنا مقدرش أن أنا أعمم لأن من أخطاء التفكير وكنا بنتكلم على إعادة سياقة الأفكار حتة أن أنا التعميم أن أنا أشوف مثلا النموذج مثلا راجل وعمم عليه أو نموذج ستة وعمم عليه ولكن الاستجابة البشرية مختلفة فيه راجل حساس جدا وفيه ستة قوية جدا وفيه ستة حساسة جدا وفيه راجل بيعمل أن هو قوي فبنسميها Reaction Formation Defense Mechanism اللي هو التكوين العكسي Defense Mechanism كده أو حيلة دفاعية تلاقي نناس كده إيه مش مباين لا لا أنا مش مدأسر ولا في بالي ودي من أول المراحل اللي احنا قلنا عليها كمان في مرحلة الدينايل أو الإنقار وفيه ستة كده كمان بتعمل أن هي مش هممها لكن من جواها بتبقى زعلانة ومش قادرة تتأكلها وفيه من قطر الخزلان والتعرض للصدمات وأنه هو عدة ومدرك كويس قوي أو مدركة مرحلة التشافي والصدمة كان محورها إيه معايها وتأثيرها فين وأن هي حبة نفسها وعايزة تقوم وعايزة أن هي ما تستسلمش لمشاعرها فبالتالي هي بتاخد Decisions صح فإن أنا هراعي نفسي فأنا ما عنديش مساحة للانهزام أو الاستسلام أنا لازم أنجح حضرتك ممكن تكلميني عن التعالق اللي هو بين الطفل وبين الحيوانات الأليفة تعالق طفل بالقط بالرغم أن القط بيبقى يأزيم ممكن يسبب له تعوير أو بيسبب له قلم أو بيسبب له أي حيث ومع ذلك متعلق بي تيجي والدته عايزة تفصل القط ده عن الابن بس ما هياش عارفة تعمل إيه عشان خلينا نقول أن القلق في الطفولة موجود وأول حاجة بنسميها حصر الانفصال أو قلق الانفصال الطفل في بداية تنشئته بيكون كائن ضعيف بيعتمد على والدته تمام فأول ما بيشم ريحة مامته حتى لو بيعيط بيهدى طيب التعلق هنا لما مامته بتغيب بيبتدي يعيط التعلق في الكائنات بقى الحية اللي موجودة في استكشاف البيئة منها الحيوانات الأليفة لأنها بتبقى ودودة معايا ولطيفة جدا فبياخد بينا مشاعر حب واحتواء عالية جدا فبيتعلق بيها بس إحنا علينا أن إحنا ندمغ الطفل واقعيا بأنشطة كتيرة وبينفهموا بالسرد القصصي بالرسم بكذا طريقة لا خلي بالك وإحنا كلنا هنروح عند ربنا مثلا الحيوان توفى أو أنا مش هقادرة أنا غير أن أنا أطلعه تبني فأنا بدرب إذني على الأدابتس بهاذير أو السلوك التكيفي منعا للنهاردة أنه هو يتعلق بحاجة مهمة قوي فحصلت روما بعد كده ويتأثر جامعة طيب دكتورة عايزة أسأل حضرتك على حاجة بالنسبة لمريض التعلق هو ما بيبقاش عارف أنه هو مريض يعني هدي لحضرتك مثال يعني مثلا أم عندها ثلاث أولاد بتحب واحد زيادة عن الثاني ودايما متعلقة به وكل أولوياتها له هو لدرجة مثلا ممكن إخواته كل شوي يقولها ماما أنت بتحبي ده أكتر مننا المحيطين بيها يقول لها لأ ده أنا شايفة أن أنت ابنك ده بيتميزين تقول لا والله ده كلهم عندي واحد هل هي مش حاسة؟ طبعا بها هي ممكن تكون يعني مشاعرها قوية وبدأ أنت وصفت أو هي وصفت لك مثلا في ميسج أو وصلت للناس وشورولها عليها قال لي ما فيها عملولها يعني خلي بالك أنت بتظلمي معاملة كذا عن كذا أنت بتهتمي بشخص عن شخص فالشخص اللي بيبقى عنده تعلق بشخص حتى من أولاده زي ما أنت بتقولي كده زي الأهم إحنا بنقول لها ده أساسه خوف فأنت خايفة عليه إيه اللي مخوفك قوي عليه إيه اللي مخليكي كيرينج أكتر بالولد ده دوري وفتشي في مخوفك وحاول تطمني نفسك وخليه ينطلق ويتحرر في الحياة عشان ما يبقاش أسير فقدك يعني أسير فقدك بعد الشر يعني مش حافظ بالوفاء أقلم بزروف الحياة ماشي دكتور أميرة الكلام مع حضرتك شوي جدا جدا لكن للأسف كل حاجة جميلة بتخلص بدري طيب ممكن بس قبل ما نهي الحلقة تقول لنا نصيحة كده نقولها قليا للستات أو للبنات للبنات تقول لهم إيه أوكي قلوهم أنت عندكم تقاط حلوة قوي ولازم تعتزوا بنفسك وأقول لهم حبوا نفسك وعرفوها لأن فيها إمكانيات كبيرة جدا خلوكوا رحمين في كلامكم مع نفسك في حاجة مهمة قوي لازم تعرفوها من صورة ذاتك الداخلية هي نعكاس مهمة قوي في تعاملاتك الخارجية فخلي عندك ثقة وصورة ذات وكلميها كويس وشجعيها وحفزيها وحط لها أهداف وخليك بطلة نفسك رسول حضرتك يا دكتور وشرفتنا ونورتنا أعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا ونقابل إن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر